اهلا بك وخمسة ابتدائية نشتغل مع بعض مفهوم جديد تأثير الجاذبية طيب اكمل عبارات الاتية تتسبب جاذبية الارض في حركة الاجسام في اتجاه مركز الارض كلما زادت كتلة الجسم زادت قوة جاذبيته كلما زادت المسافة بين الجسم والارض قلت قوة الجاذبية الجاذبية هي قوة سحب الاجسام الى اسفل يدور القمر في مدار سابط حول الارض بفعل الجاذبية صح وغلط بتتأثر قوة الجاذبية بكتلة الجسم صح قوة جاذبية القمر اكبر من الارض لا طبعا لان كتلة الامر اقل من الارض يظل تأثير الجاذبية وان لم يحدث تلامس بين الاجسام صح يزداد تأثير الجاذبية كلما ارتفع الجسم عن سطح الارض وكلما بنبعد يا جماعة يقل تأثير الجاذبية فطبعا ده غلط اخترت سقط الاجسام لاسفل بتأثير قوة الجاذبية قوة الجاذبية تكون قوة غير مرئية كلما زادت كتلة الجسم زادت جاذبيته ماذا يحدث لو ان عدمت الجاذبية على سطح الأرض لن تكون هناك حياة على كوكب الأرض ما الذي يحدث للجاذبية لتضعفت المسافة بين الأرض والقمر قلت قوة الجاذبية الأرضية يرك الوليد كرة القدم بأقصى قوته فتنط الكرة في الملعب وتتوقف دون أن يلمسها أحد حدد نوع القوى المسببة في كل حركة من الحركات الأتيارك لا وليد الكرة بقدمه ده دفع سحب الكرة نحو أرض الملعب جاذبية لا تقتصر قوة الجاذبية على الأرض واضح كثير من الأجسام الأخرى لها قوة جاذبية كالشمس والقمر وكواكب المجموعة الشمسية أنا عندي ثلاث حاجات لها قوة جاذبية شمس وأمر وكواكب المجموعة الشمسية ركلت كريمة الكرة لأعلى فارتفعت ثم سقطت على الأرض ما سابق سقوط الكرة على الأرض ووجود قوة الجاذبية الأرضية عند زهاب رائد الفضاء في رحلة استكشفية إلى الفضاء ستظل قوة الجاذبية المؤسلة عليها كما هي حدد الخطأ في العبارة شور لنا بس ستظل تمام؟ مش عايزينك تصححها أكمل العبارات الآتية قوى المغناطيس سبباً انجزاب المشابك الورقية نتيجة أعرف إزاي السبب والنتيجة السبب هي القوة النتيجة الموقف اللي بيحصل دفع السيارة دفع يبقى سبباً لأن دي القوة حركة السيارة اللي أمام نتيجة قوة الجاذبية سبباً دوران القمر حول الأرض نتيجة تتأثر قوة الجاذبية بكل من المسافة والكتلة جاذبية الشمس أكبر من جاذبية القمر إذا تضعفت كتلة للقمر زادت قوة جاذبياته يسحب المغناطيس مشابك الورق بفاعل قوة المغناطيسية عندما تقل المسافة بين الجسم والأرض تزيد قوة الجاذبية عند التعصر أثناء السير تسقط على الأرض بفاعل قوة جاذبية لابد من وجود قوة لتساعد على حركة الأجسام تسحب قوة الجاذبية الأجسام في اتجاه مركز الأرض قوة جذب المغناطيس للمعادن تعرف بها المغناطيسية أو الجذب المغناطيسي القوة التي تنشأ بين سطحين متلامسين يسمى الاحتكاك تعمل مقاومة الهواء عكس اتجاه الجاذبية فتبطئ من حركة الأجسام في الهواء قوة الجاذبية جاذبية القمر أكبر من قوة جاذبية الشمس غلط القوة هي السحبة أو الدفع المؤسران في جسم ما صح ليس من الضروري بوجود قوة لحدوث حركة غلط عند ممارسة رياضة القفز بالمظلات يسقط اللاعب لأسفل بفعل قوة سحبة المظلة فقط غلط هو بيسقط بفعل قوة ايه الجاذبية ما الذي يجعل الأرض تدور حول الشمس قوة الجاذبية بين الأرض والشمس طيب عندنا صح وغلط تدور الأرض حول الشمس بفعل قوة الجاذبية صح تحدث ظهرة المادة والجاذب بفعل قوة الجاذبية صح دي جاذبية الأمر تنجزب مشابك الورقة المغناطية بسبب قوة الجاذبية الأرضية غلط الجاذبية من قوة الدفع المهمة جدا للكائنات الحية لا ملهاش دعوة خالص للكائنات الحية وكمان ثواني هي بتثبت الكائنات الحية على الأرض مش قصة أهمية هي قصة الدفع هي مش من دفع مش من قوة الدفع الجاذبية هي من قوة السحب ما الذي يجعل الأرض تدور حول الشمس قوة الجاذبية بين الأرض والشمس قلناها ما هي الجاذبية وضع بمثال هي قوة الجاذبة التي تنشأ بين الأجسام مثل قوة الجاذبة بين الشمس والقمر تطفل أجسام في الفضاء وضح سبب ذلك بسبب من إعدام الجاذبية اقرأ الجمل اللي أتيها واكتب الحرف السين أمام السبب يبقى ده أنت عايز القوة السين قدام القوة نون اللي هو النتيجة اللي هو الموقف سقوط القلم نون قوة قوة الرياح يبقى سين يهبط المنطاد ببطء ده نون تمام طيب سقوط القلم ده نتيجة بفعل قوة الجاذبية سحب قوة الرياح سبب تحرك أزرع تورجينات الرياح نتيجة يهبط المنطاد ببطء نتيجة بفعل مقاومة الهواء سبب. تمام كده؟ شكرا